دوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الأحنيطي في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم حفلة خريج دورة الدفاع الوطني عشرين للحاصلين على ماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية وبرنامج ماجستير استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب ستة وشارك في البرنامجين ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية وموظفون من أزارات ومؤسسات مختلفة إضافة إلى ضباط من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وعمان ودولة قطر ودولة الكويت والبحرين واليمن والسودان وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وقال أمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة إن الكلية تفخر بأن تقدم للوطن والقوات المسلحة والدول المشاركة كوكبة جديدة من القيادات الواعدة التي تلقت في رحابها تأهيلا علميا وفكريا متقدما ينسجم مع متطلبات العصر ويضاهي مستويات التأهيل الاستراتيجي العالي في كبريات الجامعات والمعاهد والأكاديميات في العالم وأشار العميد الركن الرواحنة إلى أن الكلية تطبيقا لرؤى جلالة الملك ورسالة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي شهدت تقدما كبيرا في سياق مواكبة متطلبات العصر في التحديث والتطوير وشرعت كلية الدفاع الوطني بتنفيذ خطة تطوير شاملة على ثلاث محاور متوازية تشمل البنية التحتية والبنية الفنية والتقنية والبنية الأكاديمية من خلال تطوير الهيكل التنظيمي والخطط الدراسية والمناهج والوسائل والأساليب وفق نهج ريادي عالمي يشمل كل ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار في العالم الرقمي وحضر حفل التخريج مدير الأمن العام وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ورئيس جامعة مؤتة وعدد من المسؤولين المدنيين وعدد من السفراء والملحقون العسكريون المعتمدون لدى المملكة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وعمان ودولة قطر ودولة الكويت والبحرين واليمن والسودان وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ودون رئيس هيئة الأركان المشتركة كلمة في سجل كبار الزوار أعرب عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه الدارسون في كلية الدفاع الوطني الملكية على الصعيدين العسكري والأكاديمي